الأسد الملك The Lion King فقدان الهوية واستعادتها تدور أحدث الفيلم في أرض العزة في أفريقيا حيث يسود فخر الأسود على مملكة الحيوانات عند صخرة الكرامة هناك يتم تقديم الشبل سيمبا نجل الملك مفاسة والملكة سرابي إلى الحيوانات المتجمعة من قبل رفيكي قرد البابون الحكيم والمستشار في المملكة كان شقيق مفاسة الأصغر يدعى سكار أي جرح يطمع في العرش ويغضب من ولادة الأمير الجديد هذا هو موضوع الجدل مع كبير الخدم الأول والببغاء زازو ثم مع مفاسة نفسه بعد بضع سنوات يظهر مفاسة لسيمبا الذي صار شابا يافعا في أرض الكرامة في مملكة الأسود ويشرح له مسؤوليات الملكية ودائرة الحياة التي تربط جميع الكائنات الحية في هذه الأثناء يخطط سكار للقضاء على مفاسة وسيمبا يخدع سيمبا وصديقته نالا التي خطبت له لاستكشاف مقبرة الفيلة المحظورة عن طريق خداع زازو ومع ذلك سرعان ما تعرضت الأجبال للهجوم من قبل ثلاث من الضباع المرقطة إيد بانزي وشانزي الذي هم في تحالف مع سكار لكن يتدخل مفاسة وينقذ الأجبال على الرغم من غضب مفاسة من سيمبا إلا أنه يغفر له ويشرح له كيف أن ملوك الماضي العظماء يراقبونهم من سماء الليل والذي بدوره سيكون مراقبه في يوم من الأيام يضع سكار فخا لأخيه وابن أخيه ويجذب سيمبا إلى ممر ضيق حيث تكبر الضياع قطيعا كبيرا من الحيوانات البرية إلى التدافع فتدوس كل ما هو أمامها بما فيها سيمبا لا يتدخل سكار نفسه لإنقاذ سيمبا ولكنه بدل من ذلك يبلغ مفاسة بالخطر المحدق بسيمبا علما أن الملك سوف يندفع لإنقاذ ابنه ينقذ مفاسة سيمبا ولكن ينتهي به الأمر أن يتعلق على حافة الجرف يرفض سكار مساعدة مفاسة بدل من ذلك يدفع إلى السقوط في الهوة فيموت يقنع سكار سيمبا بأن مأساة مقتل أبيه الملك هي خطأه وغلطته ونصحه بمغادرة المملكة وعدم العودة أبدا يأمر سكار الضباع بقتل الشبل سيمبا لكنه يهرب يخبر سكار باقي الأسود بأن كل من مفاسة وسيمبا قد قتلاه في التدافع ويتقدم كملك جديد مما سمح لأتباعه الضباع السلافة وباقي مجموعاتهم الكبيرة بالعيش في أرض الكرامة ينهار سيمبا في صحراء ويقارب الموت إلا أنه يتم إنقاذه من قبل تيمون وبومبة الأول مركات صغير ليس له قيمة والثاني بومبة خنزير بري وهما من منبوذي الحيوانات فيطردان النصور التي كانت تستعد لالتهام الشبل الذي قارب على الموت ينشأ سيمبا في الغابة مع صديقيه الجديدين حيث عاش حياة خالية من الهموم تحت شعار كلمة هي هكونا متاتا بمعنى لا تقلق في اللغة السواحلية يقدم لنا الفيلم فاصلا قنائيا جميلا يعرض فيه الشعار الجديد هكونا متاتا أعيش حياتك بالطول والعرض لا تهتم هكونا متاتا هكونا متاتا هكونا متاتا تمر الأيام ويصير سيمبا شابا صغيرا وينقص تيمون وبومبة من لبؤة جائعة تبين أنها نال صديقة الطفولة يتذكر سيمبا ونالا بعضهم البعض لكن لم تكن تعلم هي أو أي أحد من عائلته بأنه أي سيمبا على قيد الحياة وتجهل سره الذي يخفيه يبدو أن سيمبا ونالا قد وقعا في الحب فتحثوا على العودة إلى المنزل قائلة له إن أرض الكرامة أصبحت أرضا قاحلة منكوبة بالجفاف تحت حكم سكار لكن بسبب الشعور بالذنب على وفاة والده يرفض سيمبا ويخرج ثم يقابل القرد رفيكي الذي كان يبحث عنه والذي يحاول أن يجعل الأسد الشاب سيمبا يستعيد هويته مرة أخرى فهذا هو الحل الجذري لاستعادته مرة أخرى لنفسه كأسد وكراع لأسرته ولبقية الحيوانات يخبر رفيقي سيمبا أن روح مفاسة أبي تعيش فيه وفي لحظة إلهام يرى سيمبا شبح مفاسة في سماء الليل الذي يخبره أنه يجب أن يأخذ مكانه الصحيح كملك إدراكا أنه لم يعد بإمكانه الهروب من مضيه تتبعني؟ من أنت؟ السؤال هو من أنت؟ أعتقد أن أعلم الآن ليست ورأكي أنا أعلم من أنك أعتقد أنك بعضتا حقا غلقة أنا لا أعلم من أنك بعضا حقا أراه! إن لم تعرف أخير وهأنني أنت يعرف انظر كبير انظر انه فيك سيما تفضل؟ اخيرا يقرر سيمبا العودة الى ارض كبريال اسود يتسلل سيمبا بمساعدة اصدقاء امام الضباع الى صخرة العزة فيواجه سكار فيراه يعتدي على امه سرابي يبدأ سكار في الصخرية من سيمبا ويذكر بدوره في مقتل ابي مفاسة متسببا في سقوطه ميتا من حافة الصخرة حيث يكشف له انه قتل مفاسة ابي يثور سيمبا غاضبا فيطرح سكار ارضا ويكبر على الكشف عن الحقيقة لبقية الاسود في نفس الوقت يصد تيمون وبومبة ورفيكي وزازو واللبؤ الضباع بينما يحاول سكار الهرب لكن يحاصره سيمبا عند قمة صخرة الكبرياء يتوسل سكار ويطلب الرحمة ويحاول لوم الضباع على افعاله فينقذ سيمبا حياته لكن يأمر بمغادرة ارض الكبرياء الى الابد فجأة يهاجم سكار سيمبا محاولا الغدر به وقتله مثل ابيه لكن يتمكن سيمبا من القاء به من اعلى الصخرة ينقذ سكار من السقوط لكنه يتعرض للهجوم والقتل من قبل الضباع الذين سامعوا محاولته لخيانتهم بعد ذلك سيطر سيمبا على المملكة ويبدأ المطر في النزول وينتشر الخير وينصب ملكا ونالا ملكة مع استعادة صخرة الكبرياء الى حالتها المعتادة يقدم رفيقي شبل سيمبا ونالا حديث الولادة الى الحوانات المجتمعة وتستمر دائرة الحياة تحليل القصة يقول بعض النقاد ان قصة الاسد الملك مستوحى من حياة يوسف وموسى من الكتاب المقدس كما انه من المحتمل وجود اقتباس من قصة شكس بير هاملت في قصة الاسد الملك لاحظ تعبيرات مثل ارض العزة فخر الاسود صخرة الكرامة اي ان القصة تبدأ بالقصة الاصلية حيث تعيش الاسود بكل فخر في ارض العزة مرفوعة الكرامة كل اسد ملك له هذه الصفات انها هوية الاسد الملك والمفروض ان تتوارث الاجيال من الاسود هذه الهوية العز الفخر والكرامة ماذا حدث؟ تأتي تحديات الحياة المختلفة التي يتعرض لها كل انسان فقدان الهوية هذا ما يمكن ان يحدث نتيجة لتحديات الحياة قد يشير اسكار مع معاونيه من الضباع الى الاشرار او الشر في الحياة الذين يحاولون ان يمحوا هويتنا ان تحديات الحياة وما في العالم من شر لا يمكنها ان تخلق شيء الله وحده هو الخالق لكن كل ما يعمله الشر هو ان يفسد او يشوش او يدمر فان استطاع الشر ان يدمر الصورة التي خلقك عليها الله فهو بذلك ينتقم ليس منك فقط بل من الله ايضا كيف يتم فقدان الهوية؟ عن طريق اراء الاخرين فيك فالناس يحاولون ان يخلقوا الصورة لك مختلفة عن الصورة التي عاملك عليها الله اليس هذا هو ما فعله سكار مع سيمبا؟ فقد اخبره انه قاتل والده والشيء الوحيد امامه هو ان يهرب ويترك مملكة الفخر والكرامة ليهيم بوجهه في الصحراء من هو سيمبا الآن؟ انه قاتل لابيه هو شخص جبان ينبغي ان يختفي عن انظار الناس لان الشعور بالعار يملأه والخجل من فعلته يمنعه من ان يقابل احد اثنين كذلك يمكن ان تفقد الهوية عن طريق الالم الذي لو لم يعالج يمكن ان يشوه صورة الله حتى يجعلك في مرارة وغضب ويأس ان الالم فقدان سيمبا لابيه لا يزيده الا الشعور بالذنب انه القاتل افضل شيء يعمله الآن هو الهرب واخفاء فعلته ونسيانها وعدم مواجهات الواقع كذلك تسهم الميديا في تشويه الهوية حتى تنظر الى صورة اخرى تضعها الميديا لك ما هي صورة سيمبا الآن التي تعلمها من صديقيه الجديدين ميركات وخنزير باري وهما حيوانان منبوذان الاول صغير الحجم والثاني يعيش في بطن الارض وماليء بالقادرات يتعلم الملك الاسد ان يكون هاكونا متاتا وهذه الكلمة تعني لا تقلق عيش الحياة كما يحلو لك بلا مسئولية او هموم ارقص العب كل ونام هذه الحياة لا توجد هوية تسمى الاسد الملك فقط عيش بهوية هاكونا متاتا لا شيئهم لا تقلق اربعة الافكار في عقلك الله يضع الهام لكن تحديات الحياة تقدم التجارب افكار مثل انت كم مهمل وانك لا يمكن ان يغفر لك كذلك الشعور بالعار او لا يمكنك ان تعمل شيئا جديدا وعندما تكرر هذه الافكار في عقلك تثبت داخلك ويحدد تشويها لهويتك عندما حفت نالا سيمبا على العودة قائلة له ان ارض الكرامة اصبحت ارضا قاحلة منكوبة بالجفاف تحت عقم سكار لكن بسبب الشعور بالذنب على وفاة والده يرفض سيمبا تماما ويهرب اذا اذا كان اي مما يلي يبدو مألوفا لك فهذه علامة على شعورك بالضياء في الوقت الحالي ليس لديك شعور قوي بالهوية انت لا تعرف مكانك في العالم انت تكافح لتتخيل مستقبل لا يبدو مختلفا عن حاضرك تشعر بالاستياء من امور معينة من حياتك تشعر ان هناك في الحياة اكثر مما تتضمنه حياتك حاليا تشعر بفجوة معينة بينك وبين الناس في حياتك لم تعد تشعر بالراحة مع نوعية الشخص الذي انت عليه الاستنارة كونك تشعر بالضياع فذلك جزء منطقي في طريق اكتشاف النفس القرد رفيكي وكأنه الحكيم المرشد والصديق فكلمة رفيكي في اللغة السواحلية تعني صديق كذلك في العربي وهذا هو عمل روح الله المدعو للمرافقة فهو يرشد ويقود وقد ارشد رفيكي سيمبا برؤية خاصة وجعله يرى من هو انه ليس هكونا متاتا انه الاسد الملك هذه هي لحظة الاستنارة وهي قمة الفيلم النقطة الاخيرة عودة الهوية قد يقابلنا الله في صحراء اوقاتنا وآلامنا والصحراء هي اوقات حياتنا التي نشعر فيها بالعزلة والوحدة ونتساءل عما يريده الله في حياتنا بل نتساءل ما هي هويتنا في المقابلة مع الله يمكن استعادة الهوية في المقابلة مع الله نتعلم ان قصتنا هي جزء من قصة اعظم في المقابلة مع الله نبدأ في ادراك من نحن فعلا في المقابلة مع الله يأخذنا الله لبداية اخطائنا التي تسببت في تشويه الهوية في المقابلة مع الله نبدأ في معرفة هدف الله لحياتنا من جديد نعم الاسد المالك المالك